زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير اللي فات ان معظم يعني اراء الناس مختلفة فيه ناس فرحانة والناس الزعلانة والاهتمامات مختلفة من شخص الاخر ولكن هنا بقى عايزين نسأل نفسنا سؤال ونشوف بقى احنا هل سألنا نفسنا احنا هنعمل ايه في عامنا الجديد وفي حياتنا الجديدة تعالوا بقى نشوف مع بعض اول حاجة هنعملها في حياتنا الجديدة ان شاء الله وعامنا الجديد وربنا يرزقكم الصحة والسعادة والتوفيق من عنده اول حاجة حياة جديدة هنسأل نفسنا عن طبعنا يعني ايه هنسأل نفسنا عن طبعنا هنشوف الاخطاء اللي عندنا في حياتنا اللي هي اخطاء متكررة ونشوف نقطة الضعف اللي عندنا اللي هي سبتة وما بنقدرش نغيرها كل واحد فينا هيدور جوه نفسه ومع نفسه ازاي هو يقدر يتغير او يتخلص من الاخطاء اللي موجودة دي فيه ناس كتير بتقول ايه لا ده طابعي انا ما قدرش اتغير هو انا كده لا اسأل نفسك السؤال انت زي ما اكتسبت العادات الصعبة دي اللي انت مش قادر تغيرها اكيد تقدر تكتسب عادات ارواح واجمل واحسن وتقدر تحسن من ذاتك يبقى اول حاجة في حياتنا الجديدة اسأل نفسك عن طبوعك طيب تاني حاجة بقى عن طبوعك